يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هنقلوكو كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم النهاردة الفريق هيستقنف تدريباته تجمع الفريق هيكون الساعة 2 والمران هيبدأ الساعة 3 العصر طبعا استعدادا بقى للمرحلة المقبلة وبالتحديد مباراة الهلال السوداني اللي هتكون يوم الجمعة القادم يعني طبعا كعادة النادي الأهلي بيغلق صفحة بطولة كأس العالم للأندية ويبدأ بقى يستعد للبطولات المقبلة يعني مستر بيتسو موسماني المدير الفني للفريق كان أعد برنامج تدريبي للفترة المقبلة يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق إن شاء الله يحققوا البطولة الإفريقية التالتة على التوالي خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة سيدات كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة هام أمام فريق الطايران المباراة تكون الساعة أربعة العصر يعني سيدات كرة الطايرة طبعا كالعادة الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري وكمان بطولة كأس مصر هدفهم هو التتويق بالبطولتين وكمان الاستعداد لبطولة أفريقيا اللي لسه لم يتم تحديد موعدها يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان رجال كرة الطايرة النهاردة بيواصلوا تدريباتهم هيكون عندهم بكرة أيضا مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة الدوري هيبدأوا بقى الدور الثاني من بطولة الدوري وأول مواجهة هتكون غدا أمام فريق مصر للبترول يعني الحقيقة أنه رجال كرة الطايرة فريق الماسترز حققوا فوس في جميع مباريات الدور الأول إن شاء الله كمان يستمروا على هذا الأداء في الدور الثاني خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة سيدات كرة السلة النهاردة أيضا بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراة غدا غدا هيواجهوا فريق هليوبلس يعني هتكون مباراة مهمة جدا وصعبة أكيد هليوبلس خصم قوي لكن أيضا سيدات كرة السلة كالعادة إن شاء الله هيكونوا على قدر المسئولية ويقدروا يحققوا نتيجة إيجابية أما عن رجال كرة السلة النهاردة أيضا بيواصلوا تدريباتهم هيكون عندهم تدريب الأول بدني الساعة 9 في صالة الجيم بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية وبالكرة على صالة النادي الأهلي يعني طبعا دلوقتي هما في فترة إعداد في توقف لدوري السوبر مركزين بشكل كبير جدا لأن زي ما احنا عارفين إن كرة السلة بيكون فيها منافسة كبيرة بين الفرق لكن إن شاء الله يستعدوا بشكل قوي للاستئناف بطولة دوري السوبر فيه كمان الحقيقة أخبار حلوة لكل جماهير النادي الأهلي وهو عودة اللاعب مروان سرحان طبعا لاعب الفريق الأول لكرة السلة يعني مروان كان مصاب بكسر في إصبع اليد لكن بدأ برنامجه التأهيلي وإن شاء الله هيلحق بالفريق في استئناف بطولة دوري السوبر يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق في الفترة القادمة مروان أكيد لاعب مؤثر ولاعب قوي في مركز أربعة وإن شاء الله يساعد ويدعم صفوف فريق النادي الأهلي كمان بقى خلونا أخيرا نلوح للعبة كرة اليد رجال كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم النهاردة عندهم مباراة هامة يوم الخميس القادم أمام سفورتينج الحقيقة أنه رجال كرة اليد محققين سلسلة من الانتصارات يعني برغم من كل الغيابات والصعوبات اللي بتواجه الفريق لكن هم قادرين الحقيقة يحققوا حتى الآن نتائج إيجابية يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق أخيرا بقى نروح لسيدات كرة اليد بيواصلوا تدريباتهم أيضا اليوم النهاردة هيكون عندهم تدريب الساعة سبعة ونص مساء الحقيقة أنه سيدات كرة اليد في فترة التركيز كبيرة جدا يعني بيستعدوا للفترة المقبلة طبعا إحنا في فترة التوقف دلوقتي لكن هيستأنفوا مبارياتهم يوم 11 تلاتة بتمنى لهم طبعا كل التوفيق الفرقة دلوقتي مركزة بشكل كبير جدا هدفهم هم التتويج بجميع البطولات هذا الموسم زي طبعا ما كانوا حققواه الموسم الماضي وهم قادرين يعني سكواد قوي جدا يعني زيانا هواندو يا كريم كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكرا لك